السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو عندك مشكلة في الغدة الدرقية في بعض الأطعمة اللي ممكن تسبب لك أضرار صحية علشان كده في 40 ثانية هقولك على أهم 10 أطعمة ممنوع على مريض الغدة الدرقية إلا بعد استشارة الدكتور بتاعه أول حاجة الخضروات الصليبية زي الليفت والملفوف والكرومب والبروكلي لأنها بتحتوي على مواد كيموية بتقلل من إفراز هرمون الغدة الدرقية تاني حاجة فول الصوية لأنه ممكن يسبب تضخم الغدة الدرقية وممكن يقلل امتصاص الجسمي لهرمون الغدة تالت حاجة القهوة ما تفردش في تناول القهوة رابح حاجة الأطعمة الغنية باليود زي الأسماك والمحار وصفار البيض لأن الإفراد في تناول اليود بيزيد من نشاط الغدة الدرقية خمس حاجة الجلوتين اللي موجود في الأمحة لأنه بيسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي والغدة الدرقية سابس حاجة دهون والأطعمة المقلية سابس حاجة المشروبات الغازية تامن حاجة الأطعمة المعلبة تاسح حاجة الأطعمة الغنية بالألياف عشر حاجة منتجات الألبان دي أهم عشر أطعمة ممنوعة على مريض الغضة الدرقية ولازم قبل ما تاخدها تستشير الدكتور بتاعك بتمنى يكون الفيديو عجبك وأفادك ولو عجبك وأفادك شعاره لغيرك بتمنى لكم الصحة والعافية كان معكم دكتور طريق تركي استشار جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته